تفسير منام الصراصير لابن سيرين تفسير منام الصراصير لابن سيرين تعد حشرة الصرصار من احدى انواع الحشرات التي تعمل على اصابة العديد من الافراد بالقرفة لانها يعتبر من ضمن الحشرات المقززة لذا عند رؤيتها اثناء النوم تصيب الفرد بالقلق والخوف والذعر لما يحمله هذا الحلم من شرن بل ان تفسير حلم الصراصير يتنوع تفسيره طاقا للحالة التي شاهدها الانسان في نومه تفسير منام الصراصير لابن سيرين يروي ابن سيرين في كتابه الخاص بتفسير الاحلام بان حشرة الصرصار تدل في كثير من الاحيان على العين والحسد وعندما يتم قتل الصرصور في المنام فهذا دليل على ان الحسد انتهى لان موته يشير الى الانقضاء لتأثير الجسد عند رؤية الشخص في منامه بانه يمسك الصرصار بيديه بدون ان يحدث اي اذن فهذه اشارة ظاهرة على خلق الاصدقاء السيئة التي تعمل على حدوث العديد من المشاكل بل انها بعد ذلك تقوم باصلاح تلك الاشياء بعد ذلك وترجع الى طبيعتها مرة اخرى فسرى ابن سيرين تفسيرا كليا لجميع الحالمين اما كانوا رجال او سيدات بان الصرصير في المنام تعتبر من ضمن العلامات الخاصة بالبحث الجيد الذي يعمل الحالم على البحث عليه حتى يصل الى مكانه يشعر فيها بالامان والاستقرار فسرى احد الفقهاء بان الصرصار عندما يسير فوق جسم الشخص الحالم في منامه فتعد دليلا على انه سوف ينال عادات سيئة تؤدي الى الفساد الاخلاقي لذلك يجب المحافظة على الاخلاق والسلوكيات حتى لا تهدم لانها تهدم معها سيرة الفرد وسمعته بين الاشخاص مع الاضافة الى هدم علاقته مع الله سبحانه وتعالى في كثير من الاحيان يرى الشخص الحالم في منامه بان الحشرات تخرج من جسمه فعندما يشاهد بخروج الكثير من الصراصير في المنام فهذا يشير الى قلب الرأي الذي يمتلئ بالحقد والادى على الاخرين الصراصير تمثل الاعداء في المنام ان الصرصورة في المنام دليل على الجني او الاعداء او الحسد او فرد احمق وليس محبوب من الاشخاص وذلك لان الصراصير من الحشرات الغير محبوبة فان تواجدها في المنام دليل ايضا على كلام قبيح يقال عن الحالم من فرد خلقه سيئة او يعبرون عن الافراد المتطفلين عند رؤية الصرصورة في المنام وهي تخرج من البالوعة فهذا يعتبر اشارة على ان فرد ما يقوم بتدبير مؤامرة للحالم وزيادتها تدل على زيادة المشكلات والمصاعب او انتشار الامراض عندما يرى الشخص الحالم بان الصراصير تكون داخل البيت فهذا يشير الى ان هذه المشاكل والمصاعب يسببها انسان من اهل تلك البيت رؤية الصراصير في الحلم تشير الى المشاكل عند رؤية الصرصورة في المنام مع عدم القدرة على التخلص منه فهذا يعتبر دليلا على الموت عندما يرى الشخص الحالم بان الصراصير ميتة في الحلم فهذا دليل على عودة مشاكل لمرة ثانية عندما يرى الشخص اثناء منامه بان الصراصير تقوم بمهاجمته في المنام فهذا يشير الى ان المشاكل سوف تهاجمه ايضا في الحقيقة اكل الصراصير في المنام لابن سيرين يروى ابن سيرين عند رؤية الفرد اثناء نومه بانه يأكل الصرصار فهذا يشير الى انه سيقع في مشكلة كبيرة او يمكن ان يشكو هذا الفرد من مرض شديد والله اعلم اذا كان الحالم وظيفته هي التجارة ويرى بانه يأكل الصراصير في منامه فهذا يدل على تعرضه لخسارة نقدية ضخمة عند رؤية الفرد الحالم بانه يقوم بتناول الصراصير فهذا يشير الى ان هذا الفرد يعرف مقدار المصيبة التي وقع بها ويقوم بالمحاولة للخروج منها او التراجع والابتعاد عنها عند رؤية الانسان الحالم بانه يأكل الصراصير فهذا يدل على انه فرد ليس لديه اخلاق وقام المفسرون بالاطلاق عليه بانه شخص قدر ولا يبالي للسلوكيات الاخلاقية فهو يعمل اي فعل يريد ان يحدثه دون اهتمامه للعواقب التي تحدث تفسير حلم الصراصير في المنزل عندما يشاهد الشخص الحالم مجموعة عديدة من الصراصير على السرير الخاص به فهذا دليل على وجود مشاكل عديدة ستحدث للحالم او معاناته من حدوث الفقر الشديد او انه يتعرض لحدوث مشكلة في وظيفته ويتركه من الممكن ان رؤية الصراصير في البيت تكون ايجابية عندما يقوم الرأي بالتخلص والقضاء عليها ولكن عندما تنتشر في كل جانب من جوانب البيت فهذه تعتبر من احدى العلامات الخاصة بارتفاع اعداد المنافقين الذي يأتنا الى بيت الحالم فيجب عليه ان يتوقى الحذر منهم تفسير حلم الصراصير في المنامي للعزباء عندما ترى الفتاة العزباء اثناء نومها بالصراصير في سريرها فهذا اشارة الى ان هذه البنت مصابة بحدوث السحر من قبل احد اشخاص اسرتها واذا تكون مصابة بالحسد والعين فهذا يجعلها تشكو في حياتها عند رؤية البنت العزباء بالصراصير في منامها فهذا يعتبر اشارة الى انها سوف تنفصل عن حبيبها او خطيبها مع عدم زواجهما عند رؤية البنت العزباء اثناء نومها مجموعة قليلة من الصراصير فهذا يعتبر خيرا لها ويشير الى انها سوف تتزوج في القريب العاجل من فرد سوف يحقق لها الفرح في حياتها فسر الكثير من الفقهاء بان رؤية الفتاة العزباء اثناء نومها بالصراصير فهذا دليل على انها سوف تدخل في مشكلات كبيرة ولا تستطيع ان تخرج منها بكل سهولة عند رؤية المرأة المتزوجة اثناء نومها بالصراصير فهذا دليل على تعدد المشكلات التي سوف تنشأ بينها هي وزوجها عندما تشاهد المرأة المتزوجة في الحلم بان مجموعة صراصير تقوم بلمس جسمها فهذا دليل على انها مصابة بالسحر والعين والحسد عندما ترى المرأة المتزوجة في منامها الصراصير تكون لونها غامق فهذا يعد دليلا على ان تلك الخلافات والمشكلات الزوجية سوف تطور وتكبر كثيرا عند رؤية المرأة المتزوجة اثناء منامها بتواجد الصراصير على سريرها فهذا دليل على ان زوجها رجلا سيئا يجب النساء كثيرا وكذلك تلك العلاقات المحرمة عندما ترى المرأة المتزوجة اثناء نومها بمجموعة صراصير فبكم الممكن ان يعتبر من ضمن المؤشرات الايجابية عندما تحاربها وتقتلها عندما تشاهد المرأة المتزوجة في منامها بالعديد من الصراصير تقوم بالمحاولة في الدخول الى بيتها بل انها قامت بمنعها واغلقت كافة النوافذ والابواب فهذا يعد تأكيدا انها تعمل على حماية بيتها وكذلك اسرار اولادها وزوجها كما انها لديها القدرة على ان تحقق السعادة والفرد والامان لهم وتقف امام اعدائهم بكل شجاعة وقوة عندما ترى المرأة المتزوجة بمجموعة كبيرة من الصراصير داخل المطبخ في بيتها فهذا يعتبر من ضمن التحذيرات الواضحة والمفيدة لتناول المأكلات المفيدة والهامة ويجب الابتعاد عن اي نوع من المأكلات التي سوف تتسبب في حدوث الامراض كما انها اشارة عامة على كافة افراد البيت كذلك ان ذات الحلم يشير الى ان حالة الرأي النقدية ضعيفة جدا وبها العديد من التعصرات او ان تلك الاسرة مصابة بالامراض فبالتالي يجب ان يهتموا بانفسهم لكي يستطيعوا التخلص من هذا المرض بكل سهولة اتحدثنا عن تفسير منام الصراصير لابن سيرين وتفسير اكل الصراصير في المنام لابن سيرين وتفسير حلم الصراصير في المنزل وتفسير حلم الصراصير في المنام للعزباء وتفسير حلم الصراصير في المنام للمتزوجة نتمنى ان نكون تحدثنا عن كل شيء متعلق بهذا الشأن اشتركوا في القناة